اكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقرة ان الحكومة تمتلك اساسا متينا من المنجزات والمكتسبات ستبني عليه المزيد في المرحلة المقبلة من العمل الوطني والتي ستكون بعون الله مرحلة خير تتسارع فيها وطيرة التنمية بعزم وارادة نحو البذل والعطاء مشيرا سموه الى ان الحكومة تستهدف كافة القطاعات بالتطوير لينعم المواطن البحرينية بالخدمات التي تضمن له جودة الحياة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم بقصر الإقضيبية عددا من افراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين حيث تبادل سموه معهم الحديث حول عدد من قضايا الشأن الداخلي والخارجي واخلال اللقاء اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ان رعاية المواطن صحيا وتعليميا واسكانيا واجتماعيا وخدميا وتوفير ارقى المستويات المعيشية له في صدارة اولويات عمل الحكومة وهدفا محوريا في كل برامجها وخططها التنموية حاضرا ومستقبلا فالحكومة تعمل بارادة وتصميم عبر برنامج شامل للتنمية يتناسب وحجم التحديات الراهن من جهة ويلبي تطلعات المواطنين في حياة معيشية كريمة ومزدهرة ونوه سموه بما تحقق في المملكة من رعاية صحية وطبية شاملة تؤشر على نجاح خطط الحكومة وبرامجها التي تستهدف القطاع الصحي وان سموه يحرص ان يتابع اولا باول رضا المواطن عما يقدم له من خدمات صحية وعلاجية متكاملة من جانب اخر فقد نوه صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء بالتنمية الصناعية في البلاد وباهميتها اقتصاديا مؤكدا سموه على الدعم والاهتمام الحكومي بهذه الصناعات معربا سموه عن تطلعه الى اتساع دائرة الاستثمار في الصناعات الوطنية خاصة في ظل ما تحطى به من تشجيع ودعم حكومي وتسهيلات امام الاستثمار فيها